نحن جماعة شهود للمسيح هكذا أرادنا شهادة إلى ثمان فلنحن شادرون على دفعه فإذاً أنا موجود هنا لأن الله أرادني هنا لو كان يريد لكان خلالي فلتاني إذاً عنده مأصد أنا كمسيحي موجود هنا ليبقى المسيح هنا إذا عمرنا أحصاء كم مسيحي عني فكروها طريقا المسيح موجود لأنه أنا موجود لأنه أنا جسد فإذاً وجودي فقائي أو ذروبي له علاقة بإيماني له علاقة بإيماني بالمسيح له علاقة بخلاصي بخلاصي أنا كمسيح كمؤمن ما خلاصي بس من الأسف لأن بالأخير بنتيموت وين مرحب في أني حياة الأبدية الحياة الأبدية هي اللي بترسم لي حياتي هون المسيحيين اليوم يرسمون حياتهم الأبدية هنا انطلاقاً من هون بدون يمنوع الله ما بيفكروا الحياة الأبدية إذاً المطلق الإيماني من أن نكون شهود بحق لنا أن نسأل كل ما نريد يعني استعفينا أن نكون مسيحيين الشهادة إلى ثمن أن نحن الخادرون على دفعه شهود وشهدات حضورنا إذاً متلاحل ممنزوج متلاحل كله كله أن نكون شهود بحق في كل ميادين حياة إذا استعفينا من هذه الشهادة يصبح السؤال وضروح نحتاج إلى أيضاً خرول من عقلية العدد فعلنا سيرنا دورنا ما بقى بعداً لحضورنا الفاعل بس لحضورنا المسيحي الفاعل وحضورنا الإجتماعي المسيحي الفاعل حضورنا الإيماني الفاعل بدنا نطلع من عقلية العدد ونركز لتعنيمنا المسيحي على أنه نحن ملح نحن في الشرق لسنا الطفل نحن بلح الطفل بس الملح اللي هو فاعل اللي هو تأثير اللي هو دور حافظ وين دورنا كيف فينا نلعب هذا الدور بقاءنا واستبرارنا في هذه الأرض يعتمد على مدى قدرتنا على وضع أنفسنا بين يدي الله لكي نسير هذا التاريخ بواسطتنا وعذرنا للإجاز اللاحية كمسيحيين ما من هذا المفرح السؤال إلا من أنصر مطلق الإيمان وإلا فنحن خونا للمسيح والإجاز شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة